أستاذ عبير من برنسوف تتفضل؟ إزاي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعمل حمد لله عمل إيه يا شيخ؟ فضل الحمد لله على فكرة أنا بحب كلامك جدا والله بتبعك بكل البرامج اللي بتزل فيها الله يرضى عنك ويزيدك نور وبركة يا رب الله يخليك يا شيخ تفضلي يا شيخ يعني بعد إذنك حضرتك كلامك كويس جدا بس أنا اللي انت قلت بأول حلقة ده كلام حلو جدا لو كله يعمل بيه سداني نشبقه في مشاكل بس أنا يا رب الناس يعمل بيه يا رب بس ما حاجز بيعمل بيه يا شيخ أولا يعني أنا أقولك حكاية يعني في تيئة واحدة بس يا شيخ أنا وفت معجوز كتير يعني درجة إنه لما كنت أحس إنه مديون والله يا شيخ من غير ما فكر كنت أدله ده بقوله بيه وسد اللي علي بنته أسون وكنت أقوله وسد اللي علي بدرجة لما كنت أراح عند ماما مثلا ولا حاجة وماما حطت أكل والله يا شيخ ما كنت باكم من غيره ولا يا ماما بس أنا روح أكل في البيت على حرية وحتى لو لو عايز أنزل الشيء حاجة ليوليت مثلا حاجة تليق عليها دي جايبها له يا شيخ طيب بس كده كل ده يا شيخ يقولي أنت ببتعمليش حاجة كلامه يا شيخ مستفز معايا والله يا شيخ يعني كلامه مستفز الجرجة إنه أنا لو باكل اللوما كده بحشها من بوقتين ما بقدرش أبلعها مش حرف أعمل يا شيخ مش حرف أعمل يا شيخ طيب أنا يا شيخ أنا يا شيخ يعني أنا ده أقولي حلال ولا حرام أنا على زميته مازال وعايشين مع بعضينا ومعي ودو بنت بس أنا كرها يا شيخ حاذ ده حرام علي أجاوبك حاضر أجاوبك حاضر لأ أنت تعملي الحلال ترجعي تاني تحاولي تعملي اللي يخليكم تحبوا بعض إنه إيه مثلا هو دلوقتي ما بيقولش كلام حلو ما بيقولش كلام حلو ليه قد يكون عشان هو حاسس إنه هو مأزوم ومحدش وقف معاه أنا حاسس كده إنه هو بيحس بكده فتعملي إيه بقى تحاولي بقدر الإمكان إنه إنت تحسسيه إن الدنيا نشع الله رب فيه خير كتير فيحس إنه مين اللي بيفتح له النور وطقط النور والبركة أنت فبشريه بتسأليني تعملي إيه بشريه ففضلي دايما بشريه كده وفضلي دايما حسسيه إنه هو ما بيتأثرش في عينك ما بيتغيرش يعني لما تحصل له الأزمة من دي هو ما يفضل في عينك زي ما هو لأن أحد بعض الرجالة بيقولوا بدل ما هي أكيد هتشوفني لما معيش فلوس وأكيد ما تشوفني إن أنا في أزمة هتنقص مني طب بدل ما هتنقص مني خلاص بقى أن بوز العلاقة اللي بيننا وبيننا صحيح بيعملوا كده وفي بعض الكلب يعملوا كده بيدي لا بيدي عمرة أنا معرفش إيه دخلي في الموضوع بس هو بيدي لا بيدي عمرة أنا بوز الدنيا بدل ما هي إيه تنقص مني أنا نقص من نفسي على طول فيه ناس كده هل ده عقل؟ لا مش حكمة لا عقل ولا حكمة طب إيه اللي حاصل بقى؟ إيه اللي حاصل؟ إن أنت لما تعملي كده هيحصل لك بقى سر من أسرار ادفع باللاتي يا أحسن هيحصل لك سر من أسرار ماذا؟ أسرار كتيرة ربنا جعلها في ماذا؟ إن الحسنات يوزيبنا السيئات يبقى كل اللي أنت هتعمليه وده هيغير قلبه بس هي المشكلة إيه بقى؟ إن أنت عندك سنة حساسية شوية أنت حاسة أن أنت بنت ناس وقدمت حيات كتيرة فمعليش يعني نحط شوية صبر على قلبنا وإن شاء الله ربنا يعطيك ثوابا عظيما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ربنا يكرمك إن شاء الله يا حاجة يا أستاذ عبير